مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لفيك كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوع اليوم بيج نحكيه على كارثة جديدة وفي كل مرة نقولوا يا ربي يا ربي اتفكها الأزمة هذي ونمرو مرور الكرام وعلى قليلة نقولوا اللي فيت امشي على روحه لعل الجي خير لكن كيف ما قلتلكم ونعاود ونقولكم إنه في تونس حالفين في كل يوم لازمنا نسمع غريبة ومستحيل نقعدوا متهنين ومرتحين لازمنا نقعدوا ديما نعانيوا في الأزمة التلو الأزمة وهذي اللي صارت هو خرجونا بفكرة جديدة واللي هي التعويضات قالك لازم تعوضوا لازمكم تعوضوا شعب تونسي يا فقير يا محتحد الحركة النهضة وأنصار حركة النهضة 3-3 مليار قالك اشنو اعتقلنا واضطهدنا في عهد بن علي وسجون وغيرها هذيك لازم تعوضون عليه يعني كيف نفس ما يعوضوش مع ذلك شهداء ولكم الظرين لقوا في حالة أزمة البلاد في حالة حرب البلاد في حالة حليل لا من لخر قالك تعطيونا 3-3 مليار طوى ما نفهمه شيء وصارت عليها ذجة كبيرة وقالك هذا تحير وهذا سطو على أملكة التونسيين وليوم تدخل يمين الزرين وتقول لك التعويضات هذي ستصرف غصبا عنكم بالقوة ولبلين أحب من أحب وكره من كره مع أنتهم هوني اشنوا علينا في الحرب ويعنوا في الحرب عالنا رايبش تصير لحكية والمشعاج بوقت يرجعنوا ونفوك ولكم وفلوسكم وكين عجبكم من فوق يعجبك شي زيدا ما تنسي وش لايك واشتراك وتفعيل للجرس ونقول ربي قدر الخير وبي باي اشتركوا في القناة